الرئيس السيسي يوجه بالتوفير كافة عوامل النجاح للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة قمة نقادة الاتحاد الأوروبي اليوم وجائحة كورونا وتطورات الشرق الأوسط تتصدر منقشتها الهند تتجاوز 300 ألف وفاة بسبب ضايروس كورونا والإصابات تقترب من 27 مليونا التاسعة صباحا السابعة بتوقيت جرانيتش موجازون إقباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزرية والمسؤولين عن مبادرة حياة كريمة حيث وجه الرئيس بتنسيق الجهود الحكومية لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وتوفير المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي اطلع على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة والذي يعد المشروع الأطخم من نوعه في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة يزور وزير الخارجية سامح شكري العاصمة الأردنية عمان حيث من المقرر أن يستقبله الملك عبد الله الثاني ملك الأردن كما ستتضمن زيارة وزير الخارجية إجراء مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفاضي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني وسبلي البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية بما في ذلك بالقدس الشرقية فضلا عن بحث سبل توفير المناخ الملائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل وصولا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن هناك فرصة حقيقية للعمل على تسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين وأضف بلينكين في تصريحات النسيان الأمريكية أن واشنطن تدعم حل الدولتين وتعتبره الطريقة الوحيدة التي ستمنح إسرائيل والفلسطينيين السلام والاستقرار ووصف وزير الخارجية الأمريكي الهدى في قطاع غزة بأنها ستساعد في إجراء حوار أكثر إيجابية لتهدئة مستدامة في القطاع مشيرا إلى أن هناك ضرورة ملحة للتعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة قال الجنرال فرانك مكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية إن الصين وروسيا تعملان على انتهاز فرصة تقليص الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط لتوسيع نفوذهما في المنطقة هذا أضف مكنزي أن روسيا والصين تريان أن الولايات المتحدة تحول نظرها إلى أجزاء أخرى من العالم وتشعران أنه ربما تظهر فرصة في الشرق الأوسط مشيرا إلى أن روسيا تحاول بيع أنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى بينما لدى الصين هدفا طويل الأجل لتوسيع قوتها الاقتصادية ولإنشاء قواعد عسكرية في المنطقة أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود واسعة نطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الانتهاكات في أقليم التجاري وقال وزير الدفاع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكين في بيان للوزارة أنه سيتم حضر منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين متورطين في العنف بإقليم تجاري وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة دعين المجتمع الدولي إلى التحرك لممارسة المزيد من الضغط أحيى الأمريكيون في ولاية منيسوتا ذكرى السنوية الأولى لمقتل الشاب الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلايد على يد شرطي وقد انضم إلى الفعلية أفراد من عائلة فلايد وغيرهم ممن فقدوا أحبائهم في مواجهة مع الشرطة وقتل فلايد اقتناقا في الخامس والعشرين من مايو 2020 بعدما أوقفه الشرطي ديريك شوفين الذي ضغط على عنقه لأكثر من تسع دقائق في منيا بوليس حيث أطار مقتل فلايد احتجاجات ضد الظلم العنصري في أرجاء الولايات المتحدة وحول العالم يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في القمة المقررة في بروكسل اليوم وغدا قائمة واسعة من الملفات أبرزها جائحة كورونا والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط إلى جانب العلاقات مع روسيا تعد هذه القمة الأولى التي يلتقي فيها زعماء دول الاتحاد وجها لوجها منذ ديسمبر الماضي بسبب جائحة كورونا أدرج قادة الاتحاد الأوروبي مسألة فرض عقوبات على بيلاروسيا على جدوى الأعمال قمتهم المقررة اليوم بعدما حولت منسك مصار طائرة ركاب واعتقلت معارضا كان على متنها وأفد متحدثون أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل سيطرح على القمة مسألة إرغام رحلة راين إير على الهبوط في منسك وكان ميشيل قد علق على حادثة تحويل الطائرة قائلا أنه سيكون من الضروري إجراء التحقيق من قبل منظمة الطيران المدنية الدولي في الحادثة ومن جهتها أدانت الولايات المتحدة اعتراض السلطات في بيلاروسيا طائرة ركاب كانت في رحلة بين اليونان وليتوانيا وإجبارها على الهبوط في منسك لاعتقال ناشط مغارض كان على متنها وصفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ما حدث بأنه مروع مشيرة إلى أنه عرض حياة أكثر من 120 ركبا للخطر بينهم مواطنون أمريكيون ولفت البيان إلى أن التقارير الأولية التي تشير إلى تورط أجهزة الأمن البيلاروسية واستخدام طائرة عسكرية بيلاروسية لمرافقة الطائرة تثير قلقا عميقا وتتطلب تحقيقا كاملا أعلنت وزارة الصحة عن خروج 455 متعفيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعفين من الفيروس إلى 186.678 حالة حتى اليوم وأوضح خالد مجاهد مصعد وزيرة الصحة والسكان للأعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم التسجيل 1145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس لفتا إلى وفاة 51 حالة جديدة كما ذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 253.835 من ضمن هذه الحالات 14.721 حالة وفاة قالت المركز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت 357 مليون و200 ألف جرعة لقاح واقع من فيروس كورونا بأنحاء البلاد أعطت منها 283 مليون وتسعمائة ألف جرعة حتى السبت تشمل هذه التطايمات جرعتين لقاحي موديرنا وفايزر بايونتك وجرعة لقاح جونسون أن جونسون أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 35819 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16.83.259 إضافة لتسجيل 860 حالة وفاة يذكر أن كورونا أودى بحياة نحو 450 ألف برازيلية منذ بدء الوباء وهو ما يقارب من نصف عدد الوفيات جراء الجائحة في أمريكا اللاتينية بأكملها أعلنت الهند وفاة أكثر من 300 ألف شخص بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد تصبح ثالث دولة بعد الولايات المتحدة والبرازيل تسجل الرقم في ظل موجة ضخمة من الإصابات التي اجتاحت نظام الرعاية الصحية وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات ارتفع إلى أكثر من 26 مليون و700 ألف وصلت بعثة الأهل إلى قطر استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام مهضة بوركان المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة ويأخوض الأهل اللقاء بصفته بطل النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا أما نهضة بوركان فيلعب المباراة بعد تدويجه بالأقبال كونفدرالية الأفريقية نهاية الموجز لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا جزيلا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة